السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا حاليا زارعين الذرة الصفرة والفليفلة والبدنجان والبطاطا والقطة والملوخية والفاصولية وكثير من المزروعات الصيفية يا ترى احنا حاليا شنو نقدر نزرعها؟ خلينا نشوف هذا الفيديو مع بعض ونتكلم عن كثير معلومات اذا بدنا نزرع الذرة الصفرة نقدر نزرعها نهاية فصل الربيع بداية فصل الصيف معانا من الشهر الثالث حتى نهاية الشهر السادس افضل انواع الذرة الصفرة هي الذرة الشامية بس تنبت النبتة ويصير بيها ثمار عرانيس طعمة العرنوس اذا بدنا نشويه مثل طعمة الافريكا ما بيأطيب منها نقدر نزرع الذرة الصفرة بعد ما نحرث التربة بشكل جيد بعمق 30 او 40 سنطي وبعد اضافة السماد العضوي وخلطه مع التربة نقدر نزرع البذور على مسافة 30 او 25 سنطي بين البذرة والبذرة والافضل انو نزرع البذور ما نشتري الشتول لان البذور اذا زرعناهن مباشر النبتة تقوى بالارض وتنشط ويزداد نموها اما اذا بدنا نشتري الشتول ونزرعهن الشتلة بعد ما تنقلها على الارض المستدامة تصفر اوراقها وتضعف ويقل نموها وتكثر امراضها وحتى تاخذ بالارض وتتنشط وتكبر بدها وقت طويل لذلك يفضل نزرع الذرة الصفرة من البذور بالارض مباشر هذان هن الشتول نقدر نشتريهن من المشاتل او من الصيدليات الزراعية مثل ما لكم شايفين منظر الشتول اخضر والشتلة به دفعوا به نشاط لكن بعد ما نزرعها بالارض المستدامة تبلش اوراقها تصفر وتتعب وحتى تنشط النبتة وجذورها تاخذ بالارض تحتاج وقت طويل جدا لذلك مثل ما ذكرت لكم يفضل نزرع الذرة الصفرة من خلال البذور بالنسبة لموعد زراعة الخضروات سواء الصيفية او الشتوية نقدر نزرعهن متى ما حبينا بالنسبة لزراعة الخضروات الشتوية افضل وقت مناسب بداية الشهر لدعش